أزمة ارتفاع أسعار الطاقة المنزلية تستمر في بريطانيا حيث من المنتظر أن ترتفع بنسبة 80% مع بداية الشهر المقبل المرشحة للرئاسة البريطانية لستراس قالت أنها ستكشف عن خطتها لمعالجة أزمة الطاقة في أول يوم من حكمها إذا ما فازت برئاسة الحكومة وزير المالية البريطاني ناظم الزهاوية رحب بقرار نظرائه في مجموعة الدول السبع بوضع خطة لتحديد سقف سعر الطاقة لقد اتفقنا على الحد الأقصى لسعر النفط هذا اتفاق مهم توصلنا إليه وسيعني شيئين الأول أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لا يستطيع أن يستغل أسعار النفط المرتفعة بشكل مفرد وثانيا يمكننا التأكد من أننا نحمي أنفسنا من صدمات أسعار النفط في عام 2023 وما بعده أعتقد أن التنصيق مع جراننا الأوروبي يطمئن الأسواق لأن الأسواق بدأت تتصرف بطريقة غير عقلانية بسبب اضطرار الدول إلى تجديد مخزونها من الغاز لفصل الشتاء تقارير بريطانيا اتهمت موسكو بابتزاز الغرب عبر الغاز الروسي بعد توقيف شركة غاز بروم الروسية لصادراتها من الغاز عبر خط أنبيب نوردستريم واحد فيما عللت الشركة الروسية الأمر بخلل تقني أدى إلى تسريب في محطة التصدير المرشحان المتنافسان على رئاسة الحكومة البريطانية لإستراس وريشي سوناك ركز في 12 مناظرة بينهما على وضع حلول لأزمة الطاقة في البلاد تعهدت المرشحة الأوفر حظا للفوز برئاسة الوزراء البريطانية لإستراس أنها في حال فوزها ستقوم بوضع خطة محكمة للحد من استمرار ارتفاع أسعار الطاقة المنزلية في المملكة المتحدة فهل ستنجح لإستراس فيما فشل فيه بوريش جونسون محمد الفنيش قناة الغد لندن